مشتركين الكرام شاهدوا الفيديو كاملا لدعمنا فنحن نبذل جهد كبير لأجلكم مرحبا بكم من جديد متابعي قناة كيف الكرام في الفترة الأخيرة انتشر تطبيق تيمز بشكل كبير للتسهيل على الطلاب والمعلمين في التواصل مع بعضهم البعض وهو تطبيق للفصول الافتراضية والتعلم والتعليم عن بعض فموضوعنا لليوم هو كيف تعمل أو تسوي مكالمة جماعية في تيمز طبعا الطريقة بسيطة جدا والطريقة متشابهة في كل أنواع الأجهزة والعواتف كل ما عليك عمله هو الدخول للتطبيق وهذه هي واجهة التطبيق والآن من هنا تدخل لهذه النقاط الثلاثة الموجودة بالأسفل وتظهر لنا عدة خيارات اختار منهم خيار المكالمات هذه الأيقونة واضغط عليها طبعا سيظهر لك سجل المكالمات كما تشاهد والآن للاتصال وعمل مكالمة جماعية تضغط على الأيقونة التي بالأسفل أما في هواتف الأيفون تكون الأيقونة موجودة بالأعلى كما نشاهد بجانب الشرح والآن بالأعلى تكتب اسم الأشخاص يلي حابب أنك تتواصل معاهم وتكتب الاسم الأول وتضيفه بالضغط عليه وهكذا لإضافة أشخاص أخرين في المكالمة طبعا سأضيف شخص آخر هكذا كما نشاهد في الفيديو والآن للاتصال بهم تضغط على أيقونة الاتصال هذه الأيقونة الموجودة على الجانب الأيسر والآن كما نشاهد جاري الاتصال على الأصدقاء على شكل مكالمة جماعية في تيمز طبعا الآن نحن في مكالمة جماعية حيث تم الرد من قبل أحد الأصدقاء وهنا عندك في المكالمة العديد من الخيارات ومنها الكاميرا من هنا وأيضا إضافة المايك من هذه الأيقونة وللمزيد من الخيارات تضغط على هذه النقاط الثلاثة الموجودة بالأسفل ولتحكم بالصوت من هنا من أيقونة السماعة أما إذا كنت حابب أنك تدخل للشات فيمكنك عمل ذلك من خلال الضغط على هذه الأيقونة الموجودة بالأعلى طبعا هذه هي أهم الأمور في موضوع المكالمات الجماعية في تيمز وإلى هنا بنكون صلا لنهاية شرحنا حابب تعرف أكثر عن التطبيقات للآيفون والأندرويد اشترك معنا بقناة كيف ففعل الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته